النعمة الرائد محمد السالك القصري قائد الدرك الوطني على مستوى ولاية الحوط الشرقي أهلا بكم سيد الرائد شكرا بسم الله الرحمن الرحيم في البداية ندرككم تعطونا تصور والله زاد حصيلة عن الخطة التي اتبعته في خلال الأسابع الأخيرة لمنع تسلل الأجانب وحتى لمنع تسلل هاربين باتجاه ذويهم داخل البلاد لوقف الالتحاق بالمواطنين حتى لا ينقل لهم العدوى على الاعتبار أن هذا الوباء وباء وافد إلى بلدنا لا قدر الله شكرا بسم الله الرحمن الرحيم في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها سلطات العلياة في البلد للحد من انتشار فيروس كورونا تم تكليف قطاع الدرك الوطني بتأمين الشطر الحدودي الممتد من الفلانية في الحوض الغربي حتى عد البقورو في الحوض الشرقي وفي هذا الإطار تم تكليف كتيبة الدرك الوطني بتأمين الشريط الحدودي الممتد من قطعته الببهاء حتى بمركز عد البقورو الإداري الكتيبة بجميع وسائلها اللوجستية والمادية تم دعمها من طرف القيادة الدرك الوطني بوسائل أخرى قمنا بوضعها على الشريط الحدودي الذي يبلغ 450 كيلومتر وبعد زيارة الفريق قائد أركان الدرك الوطني صحبة السلطات الإدارية والأمنية على الشريط الحدودي تم دعمنا بسرية كاملة العدة والعتاد نظرا للملاحظات التي لاحظها على الميدان ولاحظنا بعد هذه الزيارة أنها أتت أكلها بدرجة عالية نظرا لأننا في الأيام الأخيرة لاحظنا نقص كبير أو حتى شكل منقطع لعبور السيارات والدرجات التي كانت ترقنا والمتسللون هناك نقص كبير لكن ما زال من حين لآخر يلاحظ متسلل أو إذنين لكن نحن في الكتيبة نظرا لأن الفرق الموجودة على الميدان كانت باتصال مع المواطنين استفدنا من تجربتها ومعرفتها بالمواطنين وساعدنا حتى هذا هو السؤال الذي كنت سأصل إليه وهو مدى تجاوب المواطنين مع هذه الإجراءات وبما ترجعون والله لما ترجعون هذه الخروقات التي تحدث شخص يدخل أو شخصين هذه الخروقات نحن لاحظناها وعرفنا سببها هو السبب هناك ناقلين من الدولة المجاورة يحملون الأشخاص ويضعونها قريبة من الحدود ويتسللون كرعاة لكن وضعنا خطة للحد من هذه التسللات بالاتصال بالمواطنين وتعبئة رؤساء المجموعات الموجودة على الشريط الحدودي وأتت أكلها في هذا الإطار منذ بداية العملية وحتى الحمد لله اليوم هناك توقيف عدد كبير من الشاحنات نقل البضائع والسيارات الصغيرة وهناك توقيف في الوقت الحالي في أماكن الفرق للدراجات التي يتم تسلل الأشخاص عليها وبالتعاون مع السلطات الإدارية عندما نشعر بأي متسلل يتم إبلاق السلطة الإدارية والأجهزة الطبية ويتم التنسيق للقبض على المتسلل وتسليمه لأماكن الحجر الرائد محمد السالك القصري قائد كتيبة الدرك الوطني على مستواليات الحوض الشرقي شكرا جزيلا لكم كما نشكركم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة سنلقاكم في تغطية وتقارير عما ما مررنا به اليوم من مناطق إن شاء الله في نشراتنا القادمة إليك بديت سعيد حبيب كنت معنا من مدينة النعمة رجاء